المشاهد الكريم أهلا بك في هذا البرنامج الذي نحاول فيه أن نتعرف على بعض الحقائق الروحية الأمور المتيقنة عندنا وفي هذه الحلقة أتناول معك موضوع تجسد الكلمة أنا قدر نسمي الحلقة التجسد هذا الفكر لا يقبله الكثيرون لكن نحن نقبله بالإيمان لأننا نطق في صدق كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد لقد تكلم الله بطرق مختلفة في العهد القديم في استعلانات ظهر لإبراهيم وتكلم ومعه ملاكان وظهر لجدعون وظهر لمنوح وإمرأته أم شمشون وظهر مرات عديدة جدا في صور مختلفة وبطرق مختلفة فأنا أقبل أن الله العظيم الكبير يستطيع وهو يملك القدرة المطلقة على أن يأخذ الصورة التي يراها هو مناسبة لأجل المجدو ولأجل خير الإنسان وأهم هذه الصورة هي تجسد الكلمة الابن الحبيب الذي هو في حضن الآب هو خبر وخبر يعني أعلن برهن أظهر شخص الله بصورة معبرا عنها وهذا الشخص الكريم كتب عنه الكتاب المقدس الثمين في رسالة بولوس الرسول إلى تيموثاوس خادم الرب في مدينة أفاسوس إحدى مدن أسيا الصغرى تركية الحالية كاتبا عظيم هو سر الطقوة الله ظهر في الجسد والكلمة صار جسدا يحنى 1.14 وهذا التجسد الكريم تنبأ عنه الكتاب المقدس في كلمة الله بفم الابن نفسه هذا ما نرى في مضمور أربعين أتمنى أن تستمع إلى هذا الجزء الكتابي من كلمة الله يقول المتكلم الغالي بروح النبوة في مضمور أربعين عدد ستة يقول بذبيحة وتقدمة لم تصر أذنية فتحت لاحظ أذنية فتحت بيقول عنها إيه في رسالة العبرانيين أصح عاشرة محرقة وذبيحة خطية لم تطلب وذي كل أنواع الذبائح والقرابين والتقدمات التي كان يستخدمها الشعب القديم في تقربه إلى الله عبادات يهودية حقيقية وقد استؤمنوا على أقوال الله بيقول هنا لم تطلب أو لم ترد لكنه يقول هنا حينئذن عند هذا الوقت حينئذن قلت قلت أنا لاحظ بيقول إيه ها أنا ذاجئت في درج الكتاب بدرج الكتاب مكتوب عني أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت وشريعتك في وسط أحشائي هذا الأمر الذي يتكلم به الرب يسوع أكتر من ألف ومئة سنة قبل الميلاد الإبن الكلمة الأزلي يقول هيأت أذنية فتحت وعندما يقتبسها الرسول بولوس في رسالة العبرانيين أصحاح عشرة أحب أني أضعها أمام المشاهد الكريم وأرجو أنك لو في فرصة ترجع للكتاب المقدس يقول في عدد أربعة من أصحاح عشرة لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا لذلك بما أنه انتفى أو يعني ما فيش إمكانية لرفع خطايا عن طريق الزبائح الدموية الحيوانية يقول لذلك عند دخوله إلى العالم أي تجسده النبوة بتقول ليه بقى ورح جايب مضمور أربعين عدد ستة وسبعة يقول ذبيحة وقربانا لم ترد أذنية فتحت اللي في مضمور أربعين جاي هنا هيأت لي جسدا ما أروع كلمة الله ما أروع هذا الإعلان هيأت لي جسدا بمحرقات وذبائح للخطية لم تطلب لم تصر ثم قلتها أنا ذا أجيء في درج الكتاب مكتوب عني أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت هذا العمل الكريم الكبير الرائع في إعلان واضح في المضمور وفي رسالة العبرانيين أصحاح عشرة الحل الإلهي كان لابد أن يتجسد الكلمة يتجسد الإبن الحبيب ويقدم الحل في ثلاثة أمور كتاب واحد بدرج الكتاب مكتوب عني يقدم شخص واحد أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت قام بعمل واحد كتاب واحد هذا الكتاب العظيم يقدم شخص واحد شخص المسيح قام بعمل واحد عظيم هو عمل أعمال عظيم لكن هو العمل الكريم الكبير ما هو العمل الذي قال عنه أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت قال عنه في عبرانين عشر عشر وعشر أربعتاشر بهذه المشيئة نحن مقدسون لاحظ بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة هنا نرى الصليب وأيضا يقول لأنه بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين إذن حل الله لمشكلة الخطيئة والعجز البشري وعجز كل الوسائط والوسائل الحيوانية والمادية عن طرق جلب الرضا إلى قلب الله كانت كل هذه الوسائل فاشلة تدخل الله عن طريق تجسد الكلمة الابن الحبيب وما أروع ما سطره الكتاب في هذا الاقتباس ذنيا فتحت في مضمور أربعين عدد ستة وسبعة تروح هناك في رسالة العبرانين تلقاها هيأت لي جسدا إذن من هو سبب أو أصل هذا الجسد الكريم الذي عاش فيه ربنا يسوع المسيح ومات به على الصليب بالارتباط بعمل لهوته الإجابة نحصل عليها في كلام الملاك ملاك البشارة للمطوبة العزراء القديسة ماريام لما قال لها ملاك البشارة قال لها عن ميلاد المسيح وتجسد قالت له كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلا أو لست أعرف رجلا كان الجواب اسمع الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله هذا المولود المتجسد هو ابن الله من رحم العزراء القديسة المطوبة الطاهرة ماريام من هو مصدر هذا الجسد ليس إنسان يقول المسيح في النبوة هيأت أنت لي جسدا من هو مصدره حلول الروح القدس وقوة العلي إذا المولود يدعى هو ابن الله لا دخل لزرع بشري ولا تسلل أو تصرب للخطية إليه فهو كامل مطلق الكمال في ذاته وفي صفاته نقيا كاملا لم يفعل خطية زي ما قال الرسول بطرس بطرس الأولى اثنين آخر الأصحاح وليس فيه خطية زي ما قال الرسول يحنى في يحنى الأولى ثلاثة خمسة وزي ما قال الرسول بولوس كورنسوس التانية اثنين في كورنسوس التانية خمسة يقول لم يعرف خطية فهو لم يعرف خطية وليس فيه خطية ولم يفعل خطية هذا هو مخلص العالم هذا هو الشريف الجنس الرفيع الكريم العظيم الذي تقدم لك النعمة بهذا البرنامج وله كل المد ترجمة نانسي قنقر